موسيقى بكم مجددا محاكمة المبارك بين العدالة والسياسة هو موضوعنا اليوم نرحب ضيفنا الدكتور ياسر نجم ضمي تلينا الآن كمان أول مرة شرفنا في البرنامج ترحيب خاص بك ولينا رأيك في الموضوع يعني كيف ترى التناول أو تعامل القضاء مع قضية آل مبارك بقاءه في شرب الشيخ موضوع الإفراج عن سوزان مبارك هل هناك تمييز هل هناك معاملة استثنائية أم أنه حتى الآن نظرا لصعوبة القضية ودقتها أنه القضاء فعلا يعني قدم نموذجا أصلا أول مرة في الشرق الأوسط نار حاكما عربيا يقدم للمحاكمة بتهم كسب غير مشروع يعني مصر عملت سابقة في المنطقة الآن يعني أنا كنت عايز أتكلم على ثلاث نقط النقطة الأولانية بالنسبة لموضوع العفو العفو يبقى بعد الحكم مش من دلوقتي يعني بدام في أدلة قدمت سواء أدلة مشكوك فيها أو صحيحة أو صحيحة أو صحيحة بنسبة 50% سواء قبل أو بعد أنت معه أو ضده لا أنا يعني القضاء يصدر حق يصدر حق بأصلا العفو بمبرر إيه؟ العفو ممكن يكون بمبرر السن مثلا أو المرض أو المرض ده العفو تصدروا المحكمة العفو لكن يعني في ناس بتحاكم غيابيا أصلا وهي مش موجودة يعني ما فيش أي مبرر هتبقى سابقة خطيرة لو تم العفو قبل المحاكمة أصلا وكله بقى هيطلع يتكلم يعني فتح سرور وحبيب العدلي وجمال يعني بنفس في حاجة في القضاء في القانون اسمها الصوابق القضائية فهيطلع محامين ويقولوا صابقة قضائية العفو عن مبارك من قبل محاكمته ويتطلع بقى يعني يتكرر الموضوع في حالات أخرى لكن هو العفو يكون بعد المحاكمة ويتحكم عليه بقى بالسجن عشرين سنة وحالة الصحية لا تسمح يتم العفو بناء على حالة الصحية من المحكمة إنما يدان مش عفو سياسي عفو قضائي عفو قضائي لكن العفو قبل المحاكمة ده مبدأ مرفوض تماما بدم فيه أدلة وفي قضية القضية تنظر إن شاء الله في غياب وخالص حتى لو هو فيه ناس بيبقى مش موجود خالص وتتموا حكمته غيابيا ويصدر الحكم وبعد صدر الحكم يتم العفو أو ينفذ الحكم النقطة التانية وجود المجلس العسكري في الحكم وطول بقاء المجلس العسكري هيفضل يعمل مشاكل أولا تطهير نظام الحكم في مصر من فلول مبارك لم يتم بشكل كامل عندنا محليات لسه موجودة عندنا فيه شكوك في بعض المخافظين عندنا شكوك فيه قيادات حتى قيادات المجلس العسكري يقال إن فيها أجنحة وبعض الأجنحة تدين بالولايات يعني إيه لقت المجلس العسكري أنت رأيك أنه يجامل مبارك كما قال لمستشار قد يجامل مبارك ده احتمال كبير وكل قرار ما فيه شفافية كل قرار للمجلس العسكري ما نعرفش مين اللي أصدره ما نقدرش نحسبه ما نعرفش بس هو رئيس محبوس الرئيس السابق هو قيد الحبس حتى لو كان في شرم الشيخ هو محبوس فبالتالي المجلس العسكري يعني مش بكلم بس لم يجامله على أقل يعني أنه هو كل هذا التباطئ سواء في حالة مبارك أو في الحالات الأخرى إحنا بنكلم في ثورة ثورة تعريفا يعني تغيير عنيف وسريع وتطهير كامل أو قلب كامل للنظام الحكم يعني أنت ترى أنه يقدم للمحاكمة على الأقل في تهم القتل المتظاهرين حتى تجمع الأدلة في موضوع الكسب غير المشروع والتربح لا يعني إحنا عندنا قتل المتظاهرين عندنا إفساد الحياة السياسية في مصر عندنا التربح خير المشروع عندنا قضايا كثير ضد مبارك وعندنا إهمال في أداء واجباته كرئيس جمهورية هل تعلقة طبعا بالإفساد السياسية؟ دي تهم سياسية تتطلب محاكمة سياسية؟ لا يوجد ما يمنع لا يوجد ما يمنع أن ضحايا حادث الدويقة أو حادث العبارة يطلع عدلة أنه فيه تواضع من مبارك في تهريب فلان النقطة التالتة؟ المظاهرات اللي حضراتكم تكلمتوا فيها المجلس العسكري لا يستجيب إلا بضغط المجلس العسكري لما بيلاقي فيه مظاهرة طلعة وما بيلاقي الناس بتتفق على مظاهرات ونزلية تحرير بيبتدي تراجع وليهم سياسة أنهما بيطلعوا إشاعة أو بيطلعوا حاجة جولة المصدر يقول لك تصرح مصدر عسكري أنه هيتم العفو عن مبارك وهيتنازل وبعدين الناس تعمل ثورة يقولوا إحنا ما قلناش مين اللي قال لكم كده وزي ما جابوا بتوع الصحفين الشروق أحنا ما قلناش الكلام دوت ويبتدي يصدر قرارات قبل يوم الجمعة اللي هي الناس نزلة تمتص غضب الناس وده اللي كان حاصل في موضوع وهيفضل الموضوع ده عشان كده أنا بقول أن بقاء المجلس العسكري في الحكم هو المشكلة الرئيسية عايزين حكم مدني عايزين حكم شفاف عايزين حاسب المسؤولين ومش هيحصل محاكمة المبارك ولا بقية القضايا الأخرى هتنظر بشكل حيادي ومستقل وديمقراطي إلا أن يبقى فيه سلطة مدنية قابلة للحساب في الحكم تماما تعرض لها مصر الإفراد عن المبارك بصراحة شديدة أنه لما العهل السعودي يعلن عن 4 مليار دولار خطة مساعدات لما نسمع أنه كل شوية تحذيرات أن مصر دخل على إفلاس اقتصادي وعندنا أزمة رهيبة يعني كما قلنا أن هناك من سيتحدث بلغة المصالح وأنه يعني يجب أن الرئيس لا يعفى عنه بالضرورة ولكن لا يهان وخاصة كما قال العهل السعودي أنه للوفد المصري أنه هو رجل بدوي وتربى في قبيلة وأنه شيخ القبيلة يعني يحترم ويكرم حتى إذا كان أخطأ إيه رأيك في كلامه أولا ليه هم الأنيين ليه للسعودية ودول الخليج يبدو أنهم ألقانين من الثورة المصرية يعني طبعا ألقانين من الموجة تمتد إليهم وموجة يعني إحنا شفنا دلوقتي يعني أنا أعتقد أن ما يحدث المبارك لتأثير كبير على علي عبدالله صالح مثلا في اليمن أنه هو مش عايز يتنازل لغاية دلوقتي عشان ما يحصل له زي مبارك ولو ما كانتش مبارك بيحصل له اللي بيحصل له دلوقتي كان ممكن يتنحى قبل كده بكتير نفس الكلام بالنسبة للقذافي فأعتقد أنه كلهم خايفين الموجة تطولهم طبعا مع احترامي لموضوع القبيلة والمجتمع البدوي إحنا يعني المفروض المجتمع المصري عمره مكان مجتمع قبلي أو بادوي والمفروض إحنا يعني بنحاول نتقدم ببلادنا الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة فهنعتبر الكلام ده خارج الصياق يعني أنا أعرف أن الدغوط أساسا جاي من الإمارات أكتر من السعودية فيه مصالح مالية مشتركة كبيرة جدا بين آل مبارك وشيوخ الإمارات وفيه ردود وعسام شرف حاول يزور الإمارات حوالي ثلاث مرات وبتلغى زيارة لأسباب مختلفة كل مرة يعني جدول الزمني كان فيه بس دي ثلاث مرات يعني الجدول الزمني ممكن مرة مرة تانية عشان يستمبابه كان يستمبابه هو اللي لقى هكذا تقال يعني أنا أعتقد أن في الإمارات تحديدا الضغوط هي جاي من ناحيتها أعتقد أن الجميع هيستكيب لإرادة الشعب المصري في النهاية ومفروض مش المفروض حد يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر إذا كنا رفضين أمريكا الأولى أن نرفض السعودية والإمارات أستاذ خالد أنا آسف يعني هل هو فعلا فيه انقسام في الرأي ولا إحنا قدام أغلبية صحقة وأقلية أنا لا أشك في أن كثير من الشعب المصري عن صدق نية وإخلاص وحب لمصر يريد العفو المبارك مش كل اللي يريد العفو المبارك فلول نظام ومنتفعين فيه ناس عاطفيين نتقولك نسبة كبيرة من الشعب المصري ممكن يكون فيه نسبة كبيرة من الشعب الأغلبية لا أنا ما أدرش أحكم ما لازم نعمل استطلاع رأي أو استفتاق نقول بشكل عين نسبة كبيرة لو فرضنا أن 50% من الشعب المصري عايز يحكمه تتوقع هذا و50% مش عايز يحكمه يعني أنا بقول لحدك إحنا ما عملناش استطلاع للرأي اللي بنسمع أصواتهم دايماً اللي صوتهم عالي طبية إذا كانت نسبة كبيرة ليه ما خرقش غير عشرات الناس في المظاهرة اللي طلبت بالعفو عن المبارك لأن الطيار الثوري الرئيسي الآن مع محاكمة مبارك بس لا يوجد حد منعهم اللي كانوا عايزيني بروض اللي هينزل مظاهرات ويتحمس لمبارك وينزل للميدان دول احتمال كبير يكونوا في الول لكن ممكن لو سألت أي واحد رأيه في الشارع أنت رأيك نعفي عن مبارك ولا نحكمه يقولك نعفي بس أنا مش هنزل مظاهرة للدفاع عن العفو عن مبارك لكن أنا شايف أن ممكن قطاع كبير من الشعب المصري يكون عاطفي وزي ما حرقهم خطاب مبارك في أول الثورة وقالوا خلاص عفو الله عما سلف لكن أنا عايز أقول حاجة لو 99% من الشعب المصري وافع العفو عن مبارك المفروض لا نعفو عن مبارك إذا كنا عايزين مصر تقوم لها قائمة بعد كده هل موافق أن مصر فيها أزمة اقتصادية مصر يعني طول عمرها فيها أزمة اقتصادية أصلا ويعني الأزمة الاقتصادية كانت شديدة وخانقة في أواخر أيام مبارك الآن هذا الإحساس أننا نغرق وأننا بحاجة إلى مساعدات فورية والعفو عن مبارك سيفتح الباب أمام هذه المساعدات هل هو مقصود في رأيك؟ مقصود طبعا لا في أصوات خبراء اقتصادين طلعت ووزير المالية طلع نفسه قال من يومين قال ما فيش أزمة اقتصادية خانقة ولا حاجة والاتشعات اللي هي طلعت الاقتصاد بتاعنا صفر والكلام ده برضو بيطلع من المجلس العسكري من تحت لتحت عشان الإحاء بأننا فيه أزمة اقتصادية كبيرة ولازم نتنازل والكلام ده لكن طلع الخبراء وقالوا لا ما فيش أزمة اقتصادية خانقة ولا حاجة ولكن في المجلس العسكري ده هو اللي طلع مشروع والتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل يومين وهذا القانون بإجماع الناس كلهم أنه فيه أشياء إيجابية جدا منها إلغاء دور وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات فيه شفافية هتكون في عملية الانتخابات يعني معنا كده أننا على أقل نظريا سيكون عندنا برلمان منتخب فعلا يعبر عن الشعب المصري وهذا البرلمان يستطيع أنه يعمل فيتو على أي قرار حتى لو كان فيه قرار وهم قالوا أصلا ما فيش قرار عفو هيطلع هو المجلس العسكري ليس شيطانا ولا ملايكا يعني ما فيش حاجة مش كل اللي بيعمله غلط ولا كل اللي بيعمله صح لكن فيه طبعا علامات استفهام وفيه معلومات متوفرة كتير أن فيه أجنحها داخل المجلس العسكري منها من يدين بالولاء المبارك ومنها من يدين بالولاء أكثر للثورة واللي بنشوفه ده خلاصة الجدل بين الجناحين ففيه حاجات بتطلع وفيه حاجات بتنفى بعد كده وأداء المجلس العسكري ككل أنا معاه لكن طبعا لا يخلو من انتقادات كثيرة ولا يخلو من أن فيه بعض أعضاء المجلس العسكري يدينون بالولاء المبارك لكن النقطة اللي أنا عايز أوضح اللي قلتها قبل كده أن استقلال القضاء وعدم تعطيل محاكمة مبارك يجب أن يتم بصرف النظر عن رأي الشعب المصري يعني نفترض أن أغلب الشعب المصري مع العفو عن مبارك لكن فيه حاجات لا يأخذ فيها برأي الأغلبية لأن ده كيان الدولة وكيان الحق والخضاء وإذا كان الشعب المصري عايز مصري تبقى دولة متقدمة ودولة مدنية ودولة ديمقراطية ودولة حديثة لازم القضاء يقول كلماته بصرف النظر رأس الله عليه الصلاة والسلام لما الناس راحوا يتحايلوا عليه عشان يعفوا في حد قطع اليد في السر يمكن لو عملنا استفتاء ساعتها الأغلبية اللي كانوا قاعدين كان هيقولوا لا ما نعفو لكن هو أصر وحمر وجهه ورغم أنه هو ده ممكن يكون رأي الأغلبية لأنه هذا العدل فما فيش رأي أغلبية نفترض الأغلبية فاسدة لو أن خطاب أنت محمد سرقت لا تضع اليدها يتزعى فيك طبعا أنا بأخدر رأيها وأخدر كلامها لكن في نقطة ما قدموا لمصر إنه هو يعفى عنه عشان ما قدموا لمصر حسني مبارك بهدل سعد الشزلي سليمان خاطر أعدم أو شنق نفسه أو لا نعرف ما حدث له الضحايا الضحايا العبارة وغيرهم كل دول قدموا لمصر أكثر من مبارك سنعايز أعرف أمن وستقرار إيه اللي كان موجود في عهد مبارك قبل الثورة بعشرة يام كنسة القدسين ده أمن وستقرار الاختصاب الجماعي ظهر في مصر في عهد مبارك ضحايا حواد السطر في سنة واحدة أكثر من ضحايا الحروب كلها في عهد مبارك على الجانب السياسي كما قلنا أن المجلس العسكري أصدر تعديلات على قانون وشحه سياسية دون التشاور مع أحد وكل القوى السياسية انتقدت هذا الموضوع أنهم لم يستشيرهم أحد في قانون مهم جدا ينظم الانتخابات وقالوا أن هذا هو نفسه ما كان يحدث أيها مبارك أنه كان يبعث القانون في ليلة ليلاء لمجلس الشعب تاني يوم الصبح يطلع القانون بدون حوار حقيق يعني ما زال النظام يعني كأن المجلس العسكري ما زال يمارس نفس الإسلوب الذي كان متبعا في أيها مبارك وهذا يكرس السؤال الذي طرحته السيدة عفاف أيضا أنه هل حققت الثورة يعني أنتم متحمسين ولكن هل فعلا فيه تغيير كبير عما كان يحدث؟ هذا اللي رجع اللي قلت من شوية في الحلقة أن وجود المجلس العسكري واستمراره معناها فيه عدم شفافية في الحق معناها ما نعرفش مين اللي بيتخذ القرارات معناها أنه ما فيهش ديمقراطية كاملة معناها أنه ما نقدرش نحاسب متخذ القرار والنقطة الفيصلية في نجاح الثورة المصرية هي رحيل المجلس العسكري ودي مطلب الأول للثورة دي مش مطلب بإضافة المطلب الأول للثورة كان تعيين يعني انتخاب انتخاب طيما هنفتل فيه في دستور هيجي بعد يعني حتى ده مكسنة يمكن ده هيبقى وضع أحسن شوية لأن على الأقل هيبقى فيه مجلس الشعب ومنتخب وينازع مع المجلس العسكري هيبقى ليه سلطة تشريعية هيبقى الموضوع ليس بالضرورة لأن الإسلاميين اللي هم يعني يقال أن هم متحالفون الآن مع المجلس العسكري هم سيشكلون قوة مهمة في البرلمان وبالتالي يمكن المجلس العسكري يجد دعما من البرلمان وأتوان جزيلا لكم السيد دكتور ياسر نجب الأكاديمي وعوض في حزب العدل الدكتور أحمد عامر العدل والبناء العدل والبناء الدكتور أحمد عامر رئيس الأكاديمية الأوروبية في لندن شكرا لكم وشكرا لكم الحسن المتابعة وابقوا معنا سنستمع لأرأيكم بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة